موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد مشاهدين الفاضلين ربما لا تكاد أمة من الأمم تواجه من الشدائد والمحن والمصائب ومن صنوف الضنك كما تواجه الأمة المسلمة فالقتل والتشريد والفقر والزلازل والفيضانات كلها مظاهر لنوازل وشدائد تضرب الأمة المسلمة في جهاتها الأربعة فهل هذه المحن والشدائد هي قدر الله المحتوم الذي لا مفر منه أم أنها معلقة على جملة من الأسباب والمماهدات وكيف ينبغي للمسلمين أن يتعاملوا مع هذه المحن فق التعامل مع الشدائد هو عنوان حلقة اليوم هذا الموضوع نضعه على طاولة الحوار مع ضيفنا الكريم الأستاذ عبدالوهاب إكنجي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تركيا أهلا ومرحبا بكم أستاذ عبدالله أهلا وسهلا ومرحبا بكم بارك الله فيكم إن شاء الله أستاذ نتحدث عن المسلمين في كل عصر من العصور ربما تقع شدائد تقع مصائب تقع كوارث هل كل هذه الكوارث تصنف في إطار أنها كارثة من الله يعني مقصودة شرعيا أم أن الكوارث والمصائب والمحن والابتلاءات لها شروط محددة حتى تصنف في دائرة الكوارث والمحن والشدائد الشرعية نتبعا يعني أريد أن أجيب على سؤالكم بأن الشدائد هي جثء من الحياة أولا يازم أن نعلم بأن الله تعالى عندما خلق عباده خلقهم لأجل أن يعبدوهم والعبادة هي مخالفة المرء لهواه ومخالفة المرء لهواه هي في نفس الوقت ابتلاء ولذلك يقول الله جل جلاله أليف الأمرى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنوا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ويقول أيضا جل جلاله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عامل وهو العزيز الغفور وفي آية أخرى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم نسيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون وحقيقة إنني أريد أن أكرر وأكد لما حدث وللمصائب والابتلاءات التي نحن نعيشها كأمة مسلمة وفي نفس الوقت كأفراد وأكد وأكرر قوله تعالى إن لله وإن إليه راجعون وخلال المحادثة إن شاء الله سنتطرق إلى معاني هذه الآيات وانعكاساتها على واقعنا وأسباب هذه الابتلاءات التي نحن ابتدين بها لأن كل بلاء وكل محنة يعني يازم أن لا نقول والله هذه قدر من قدر الله طبعا أكيد وخلقنا كل شيء بقدر هذا أستاذ عبدالوهاب أجر المعذرة هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه الشدائد والابتلاءات عندما تصيب الأمة المسلمة هل هي قدر لا مفر منه أم أن لها أسباب ممهدات أكيد أكيد يعني إن الله تعالى يقول وخلقنا كل شيء بقدر لا يمكن أن يحصل أي شيء صغيرا أو كبيرا في العالم إلا بإرادة الله تعالى ولكن عندما نقول هذا قدر الله كأننا نحن ملتزمون به ومجبرون على ما نحن عيشون لا يعني إرادة الله تعالى يعني تتعلق بإرادة العبد كثيرا ما العبد هو يفتح بابا بالابتلاءات والمحن وهناك أكيد هناك أسباب لما نحن نعيشه في عالمنا أسباب تتعلق بنا أسباب تتعلق بتصرفاتنا وإلا ليس من المعقول أن نقول والله هذا يعني قدر مبرم يلزم أن لا نتدخل فيه هناك قدر مبرم وهناك قدر معلق وهذه الحوادث والكوارد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا كل هذه المحن التي نحن نعيشها أكيد هي ليس قضاء مبرم هي قضاء معلق على أعمالنا وعلى تصرفاتنا وعلى أداء واجبنا كإنسان وأداء واجباتنا كمسلمين طيب أستاذ عبدالوهاب قبل أن نأتي على ما يحصل الآن للأمة المسلمة نريد أن نتحدث بالمطلق بشكل عام يعني ما أسباب المحن والابتلاءات والشدائد التي تصيب أمة من الأمم وتحديدا أمة المسلمين قبل أن نأتي على ما يحصل اليوم بشكل عام يعني الابتلاءات الفردية كثيرا ما يعني أسبابها امتحانا واختبار الابتلاءات الفردية كالمرض أكيد المرض المرض وأضيق يعني التي ينعكس على الأفراد له أسباب أيضا لأن سنة الله تعالى لأنه من سنة الله تعالى يعني أن يكون كل بلاء متعلقا بسبب من الأسباب مثلا المرض ابتلاء ومحنة تتعلق للفرد ولكن هذا الابتلاء أيضا هو يستند إلى سببا إلى عدم الاهتمام بالغذاء أو عدم الاهتمام بالصحة أو عدم الحفاظ على أمانة لأن بدن الإنسان يعني هي أمانة يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولنفسك عليك حق أو عدم الابتعاد عن المواد التي تدر البدن وإلى آخره ولكن مع ذلك مع ذلك إن هناك ابتلاءات تتعلق بالأفراد لأجل الاختبار فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أي كباح حسن وعملا يعني في التصرفات وفي الأعمال وفي نفس الوقت في المواقف ولذلك يعني إن الله تعالى يقول ولا نبلو أن يكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولكن وبشر الصابرين ومعنى الصبر ومعنى الصبر ليس هو الاستسلام الاستسلام والتسليم لما حدث يعني معنى الصبر يعني أن يكون العبد شاكرا وأن لا يعني شكل مجواري نعم نعم وأن لا يعني يكون هذا الابتلاء سببا لخطوات يعني تدفعه على على الذنوب أو على الاعتراض على إرادة الله أو ما يتعلق بذلك ولكن معنى ذلك ومعناه أيضا أن يكون مقاوما ومدافعا للأسباب التي يعني أنتجت هذه النتائج من الابتلاء ومن الامتحانات ومن الكوارث ونذلك كل ابتلاء يلزم على المبتل أن يبحث عن سببه مع صبري يلزم على المبتل يلزم على المبتل أن يبحث عن سبب الابتلاء يعني مع الصبري ومع المتانات ومع عدم يعني الرد لقضاء الله جل جلالهم يعني لماذا هذا على مستوى الأفراد لكن على مستوى الأمة وعلى مستوى الأمة الأسباب أخي الكريم يعني الأسباب الرئيسية الابتعاد عن الدين الابتعاد عن الدين عندما نحن نقول الابتعاد عن الدين يلزم أن لا نخصص الابتعاد بدائرة من الدوار لأن الدين الإسلامي هو منهج رباني يتعلق ب منهج رباني يتعلق بمرمجة الحياة في الدنيا ويتعلق أيضا بما يقول إليه الإنسان أو المجتمع في الآخرة لذلك هناك أسباب وهذه الأسباب على سبيل المثال الابتعاد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب رئيسي من الأسباب التي نحن من الابتلاءات ومن المصائب التي نحن نعيشها كمجتمعا كأمة وعتى كبشر لأن البشر الآن البشر بشكل عام كله في ابتلاء لأن هناك شذمة حفنة من الناس يحكمون ويدلمون الناس جميعا ولكن خصوصا يظلمون المسلمين كما نحن نعيشه في الأراقي ونعيشه في سوريا وفي مختلف الأخطار لماذا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول ويمثل يعني التدخل التدخل في السلبيات أو في الأعمال التي غير مشروعة وغير إنسانية بمثل السفينة هناك لو واحد أراد أن يخلق السفينة ماذا يجب على الذين هم في السفينة يعني انتلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعه على الخرق إن لم يمنعه على الخرق النتيجة يكون غرق غرق في الاقتصاد غرق في الأمن لأن نحن نعيش غرقا يعني في الأمن في السياسة في الإدارة في الخلوق وهذا هو السبب والسبب الرئيسي عدم الأمر بالمعروف وأنه على المنكر عندما نحن نقول الأمر بالمعروف يجب أيضا أن نعلم بأن كلمة المعروف تستوعب مظاهر الحياة جميعا مظاهر الحياة جميعا وأن لا نخصيصها بأبواب العبادات فقط لأن كما نعلم بأننا خلقنا لأشياء نعبود الله تعالى والعبد يزم أن يكون عبدا في جميع حياته ولو نحن خصصنا العبادة بألقات الخمسة من السلوات إذن هل من المعقول أن يكون الإنسان عبدا في وقت وأن يكون غير عبدا في وقت إذن للكلام عبادة وللمعاملة عبادة وللأخلاق وللأخلاق عبادة يعني وللأتصرفات عبادة فإن قام واحد بتصرف يعني غير إنسانيا يكون منكرا التصرفات الإنسانية التصرفات التي هي في مصلحة البشري كلها تدخل في إطار المعروف حتى مثلا إصلاح 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 الشوارع إصلاح الشوارع إصلاح الخدمات العامة كلها يعني معروفة من المعروفات عندما الإنسان لم يكن طالباً المعروفي ولم يأمر المعروفة المعروفة إذن سيكون بديل المعروف المنكر وعندما يحصل المنكر ماذا يحصل؟ يحصل هناك الابتلاعات يحصل هناك المصائب يحصل هناك الحوادث حتى على سبيل المثال نحن قبل قليل من قبل يوم من عشنا زلزلة لماذا هذه الزلزلة الزلزلة في تركيا أو في أي بلد آخر عندما نحن نعيش زلزلة وهي ابتلاع لماذا يحصل من نتيجة الزلزلة الموت ودمار البيوت لأننا أهملنا المعروفة في هذا الموضوع أهملنا الأمر بالمعروف من ضمن الأمر بالمعروف أن يكون التأسيس قويا هل تأذن لي أن نؤخر هذا الحديث قريلا أستاذنا المفضل أنت تكلمت بشيء من التفصيل عن هذا الأمر لكن قبل أن نخوض في واقع المسلمين اليوم فهمت من كلامك أن العقوبات وأن المحن والشدائد والابتلاعات لا تصيب الأفراد والجماعات إلا بسبب لا تأتي بدون سواء ليست معزولة عن الأسباب هذه واحدة الثانية الشدائد والمحن والابتلاعات إما تأتي بين إما عقوبة للقوم وللأفراد وإما لرفع الدرجات ورفع القدر عند الله سبحانه وتعالى هذا عند الأفراد هل ينطبق هذا على الجماعات على الدولة؟ رفع القدر عند الله جل جل وهذا يتعلق بالأفراد نعم هل ينطبق على الأمام هذا؟ لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر الناس بلاء يعني الأنبياء ثم الأمثل يعني هناك يعني عقوبات هناك ابتلاءات يعني يقدرها الله جل جل لبعد العباد كأفراد وعلى رأسهم الأنبياء لأجل أن رفع درجاتهم ولأجل يعني أن يكونوا أن يكون لهم ثواب هوية على مستوى الجماعة ولكن على مستوى على مستوى الأمة على مستوى البشر لا يعني على مستوى البشر كل الحوادث والنوازل لها يعني تستنج إلى أسباب أسباب يعني وعلى رأس هذه الأسباب عدم الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر بمعنى الذي أنا أشرت إليه المعروف الذي يستبعب جميع الحياة ومظاهر الحياة فردياً واجتماعياً سياسياً اقتصادياً والمنكر الذي نحن نعاني منه كأفراد وكمجتمع أستاذ عبد الهب أنا أراك ما شاء الله متشوق للحديث عن واقع المسلمين وحق لك هذا اليوم هنا أصل إلى هذا السؤال الذي ربما يكون محورياً اليوم المسلمون يعني أنت تقلب النظر في الأمم والشعوب والحضارات لا ترى أمة تعاني من صنوف الهواني والذل ومن الضنك مثل ما يعانيه المسلمون في جهات الأرض الأربع في كل مكان عرب وعجم كلهم السؤال هو أي نوع من الشدائد والابتلاءات هذه التي يعاني منها يعني أي نوع وما أسباب هذا البلاء العظيم الذي لا يتركه يا كأدو لا يتركه مسلماً مم سيد الكريم يعني السبب الرئيسي هو يعني اختراف الذنوب اختراف الذنوب يعني عدم الابتعاد عن المحرمات يعني كون الإنسان يعني متهاون مع الأوامر ولم يأتم الأوامر الله جل جلاله وعلى وبالنسبة للمجتمع هذه بالنسبة للأفراد وبالنسبة للمجتمعي عدم الاهتمام بالجهاد ليس بالمعنى الذي يعني يدعون على الجهاد بأنه راب الجهاد هو الدفاع عن حقوق الإنسان الدفاع عن كرامة الإنسان الدعوة إلى كرامة الإنسان وإلى تحرير الإنسان من عبودية العباد ورفعه إلى يعني درجة يعني عبودية رب العباد هذا قتال يعني هذا قتال قتال له شروط يعني هذا الجهاد له شروط يعني القتال له شروط ولكن الدعوة والأمر بالمعروف ونهي على المنكر شيء حتى الجهاد له أقصاب طبعا يعني وليس موضوعنا طبعا لا ليس يقسمون إلى أقصام خمسة من هذه الأقصام القتال يعني عندما تحتلوا أي منطقة أو أي بلد من البلاد من قبل الظالمين والمفسدين يجب على سكان ذلك البلد أن يدافعوا عن وطنهم بمعنى القتال بمعنى الجهاد ولكن الأمور الاجتماعية التي هي الآن أنتجت يعني حسب بحثي ورؤيتي أنتجت هذه المصائب التي نحن أصبنا فيها في مختلف الأخطار هو يعني عدم الدعوة إلى الحق عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم قيام المسلمين بواجباتهم لأننا نحن عندما ننظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد هناك عشرات بل مئات الأحاديث الصحيحة التي تقول إن أنتم تلكتم الأمر بالمعروف أنهي عن المنكر سيكون هناك عقاب وهذا العقاب له جناحاني جناح دنيوي وجناح أخروي مثلا الآن تذكرت آية من الآيات وهي عليكم أنفسكم لا يدرك من دل إذا اهتديتم بعض الناس قرأوا هذه الآية والتزموا بأنفسهم وتركوا الأمور الاجتماعية وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني يوم الجمعة في المنبر قال لهم إنكم تقرؤون هذه الآية ولا تدعونه في موضعها والذي نفسي بيد إنني سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول من رأى منكرا ولم يغيره ولم يأبر من معروف يعني يشك الله أن يعمهم بعقاب وكلمة العقاب كلمة شاملة لجميع الابتلاءات التي الآن نحن ابتدينا بها نحن كمسلمين يعني عندما لم نقم بواجبنا لم نقم بواجبنا سيكون هناك اهتلاث سيكون هناك ابتلاءات مختلفة أنت قلت بأنه بسبب البعد عن الدين لكن علما أنه قبل عقود قليلة كان المسلمون مفارقين للإسلام تماما كانت المساجد فارغة في كل الدول الإسلامية تقريبا لكن الآن نحن نشهد في العقدين الأخيرين يعني هناك عودة إلى المساجد وعودة إلى الصلاة وعودة إلى صنوف العبادات ونرى الحج ممتلئا بالحجيش فكيف يعني يحصل أن يعود المسلمون إلى عباداتهم وتقع هذه الشلاة جيد يعني العبادات يعني عندما نحن نقول الصلاة إن الله تعالى يقول في كتابه في حق الصلاة إن الصلاة تنعى الفعش والمنكر جيد الحمد لله نحمد الله تعالى يعني على ملء المساجد وعلى توجيه المسلمين إلى المساجد ولكن من ناحية أخرى يجب أن لا ننسى بأن الصلاة لها مقاصد والبرنامج باسم المقاصد منها القيام بالعبودية وثانيا الحصول على نتيجة الصلاة أداء الصلاة ونتيجة أداء الصلاة أنها تنهى عن فعشو المنكر من ناحية عندما ننظر من هذه الزاوية نجد نعمة من نعم الله ونرد الله تعالى أن تؤكد وتسعد ولكن من ناحية أخرى عندما ننظر إلى الشرعي نجد هناك المنكرات منتشرة ونجد هناك الخلق أصبح خلق حقيقة لا يليق بفترة الإنسان من جميع النواحي ومع أن هناك صلاة إذن صحيح ولكن هذه الصلاوات وهذا الإقبال يلزم أن يكون عن وعي فكيف بمن يصلي ويقول الله أكبر ومع ذلك بدل أن يسجد لله يسجد لأمريكا ويسجد لسهايين من ناحية يسجد لله كصورة ولكن من ناحية المواقف إنه ما زل ساجدا لغير الله جل جلاله يعني العبادة إن كانت بوعيه هذا ستدفع المصاب يعني مثل المهندس المعمار يعني في ابتلاعات الزلزال لو قام بواجبه لو قام بواجبه في الهندسة وفي إعمار المباني بشروطها التي هي تحافظ على قوتها ولم يكون هناك غش حتى ولو حصل الزلزال لم يكون هناك يعني خراب يعني أنت ترى الزلزال الذي أصاب إسطنبول قبل يومين هل تراه رسالة ربانية إلى تركيا وإلى المسلمين فيها؟ سيد الكريم يعني جميع المصاب تحتوي على الرسالة يعني من باب التنذير والتخويف جميع المصاب يعني أي مصيبة من المصاب سواء أصابت فردا أو أصابت مجتمعا يعني هي في نفس الوقت وعظ وتنذير وتنذير للمصاب والمصابين بأنه يجب عليكم ألا تبتعدوا عن ربكم وأن تحافظوا على واجباتكم الإنسانية والدينية وفي نفس الوقت يعني هي تنبه وتحذرنا عن عدم آداء واجبنا التي يتعلق بتلك المصيبة فإن كانت المصيبة تتعلق بالبدن إذن يجب أن نحول أعيننا على ماذا نحن فعلنا حتى أصبح فينا سرطان أو أصبح فينا شيء آخر أكيد للسرطان والأمراض الأخرى كلها أبكي لآخر ويجب على المسلمين يعني كما قلنا أن يحمد الله تعالى في الصدراء والدراء ولكن لا يعني هذا بأن نغمد عيننا عن الخطوات المخطئة التي هي أنتجت هذه النتائج ولذلك الأمور الاجتماعية نفس الشيء يعني لماذا هذه المصاب جيد إن الله تعالى خلق الأرض وخلق الدنيا لأجل أن نصاب لا لأجل أن نعمر الدنيا لا لأجل أن نصاب يعني المصيبة والمحن هي ليس أصل هي أوضاء استثنائية لتردكم إلى الطريق أوضاء استثنائية منها لأجل التنبيه والتنبيه على أي شيء التنبيه على على أن نستيقل من غفلتنا التنبيه على أن نبتعد أن نبتعد عن أخطائنا التنبيه على أن نقدم على آضاء واجبنا واجباتنا والتي عدم الإقدام التي هي أنتجت هذه المصاب بذلك القضية يازم أن نظر إليها من جميع الجوانب الحقيقة يعني يجب أن نتحدث عن الأثر الذي تحدثه الشدائد وهذه المحن والابتداءات أسباب وأثر نعم الأثر الذي تحدثه في المسلم الفرد وفي حتى الجماعة لكن ليس قبل أن أذهب إلى فاصل نذهب إلى فاصل ومبعده نعود لاستئنا في الحديث موسيقى موسيقى قضون الطلاب شنقع يعملون شنون هذا حال الطالب العرامي موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان الله يعاقبهم ولا يستبدلهم في الحقيقة لاجل ان نميز بين هاتين هل هو استبدال عقوبة فقط ان ننظر الى الواقع الذي نحن نعيشه يعني نحن عندما ننظر الى تاريخ الانسان البشري من ادم الى يومنا هذا وخصوصا في القصص التي نحن نقرأها في كتاب الله جل جلالهم عندما نجد بان المجتمع قد اصبح متفسخا وقد اصبح في اعلى درجة من الفساد يعني هناك تأتي عقوبات يعني كعقوبة الزلزال والريح والغرق والصعق الذي يعني اصيبت به يعني في تلك الاوقات الامم المادية هذه الابتلاءات هي لاجل الاستبدال ونحن ننظر نجد بان من خلال يعني هذه المصائب العامة التي نحن نقرأها في الكتاب ومن القصص التي لاجل ان نأخذ منها دروس في كتاب الله جل جلالهم يكونوا استبدال لان الله تعالى يقول في كتابه فان توليتم يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم مفهوم التولي هنا ما هو يعني يستبدل قوما غيركم وان توليتم وان توليتم عن الدين عن الدين عن الخلوق عن الالتزام سواء كان عقاديا او سواء كان سلوكيا اكيد يعني إن الله تعالى يعني يستبدل قوما غيركم والجمع بين البدل والمبدل منه غير معقولا وهذا يدل على أن سيكون هناك استبدال تغيير وكما حصل في أهد موسى كما حصل في أهد نور كما حصل في أهد الأنبياء الآخرين الذي ذكرهم الله تعالى في كتابه انتلاقا من هذه الحقيقة هذه المصائب التي الآن نحن نعيشها أنا أعتقد بأنه استبدال لأجل إتيان قوما لأجل إتيان ولكن الاستبدال إما بتوبة الموجودين أو بإتيان غيرهم المفقودين كيف استقرأت أنه استبدالا وليس عقوبة منهجك في استقرائها لماذا؟ لأننا نحن إن الله تعالى لماذا أنزل هذا الكتاب لماذا قص علينا القصص؟ لأجل أن نعتبر لأجل أن نأخذ دروسا منها لأجل أن ننظر إلى واقعنا وإلى مستقبلنا من خلال هذه القصص التي ذكرها إن كتاب الله ليس كتاب رواية حكاية حتى أن نقرأ يعني كتاريخ نقرأ يوسف نعم لماذا؟ الآن عندما ننظر إلى واقعنا وندعه بجنب قصة يوسف ندعه بجنب قصة موسى عليه الصلاة والسلام نجد بأن هذا الوضع الموجود هو أصبح موازيا لأوضاع الأنبياء وقصصهم وعندما يتكرروا الطاريخ سيتكرروا الطاريخ كليا ليس جزئيا يعني تكرروا الطاريخي جزء والجزء الآخر لا يبقى يعني غير مكرر هناك فساد الفساد تكرر وهناك استبدال إذن الاستبدال أيضا ينزل أن يعود كما عاد كما تحقق يعني في التاريخ الإنساني وفي المقاومة بين الحق والباطل ولكن هنا أريد أن أشير إلى شيء يعني وهو مهم جدا الاستبدال يمكن أن يتحقق بتوبة العاصين وهذا ما نحن كيف يعني يتحقق يعني أن يتحقق بتوبة المبتعدين عن الدين برجوع المبتعدين عن الدين يكون استبدال يعني استبدال يعني ليس استبدال الأشخاص وإنما استبدال الحال يعني يمكن أن يكون استبداله باستبدال الحال ويمكن أن يكون استبداله باستبدال الشعب هذا استدراك مهم منكم نعم استبدال الحال هو أيضا بديل عن الحال المنتج لهذه المصائف لماذا نحن نعيش كما قلنا لأننا تغير حالنا وتغير حالنا يعني أصبح سببا لتغير أوضاعنا وظروفنا بوجود المسائب والنوازل أو بوجود يعني من يأتي ويحكم الناس رغما عليهم بدون إرادتهم كما يوجد في العراق كما هو موجود الآن في مصر كما هو موجود في كثير من البلدان التي نحن نعيشها وفي الدنيا التي نحن نعيش فيها هذا الاستبدال هذه المهن المحن وهذه النوازل يعني هي تشير على أنه سيتعقل هناك استبدالا ولكن إنني أعتقد بأن هذا الاستبدال هو سيكون باستبدال الحال لذلك لذلك عندما يكون عندما يعني يتعمق المرء في النوم في النوم ويكون نومه عميقا يعني لأجل أن يستيقل من النوم يحتاج إلى صوت عالي يعني إلى صراخ حتى أن يستيقض يعني ليس وربما هزة وبعد وإلى حد الهزة أو إلى حد الطلمة يعني عندما يكون موم عليه ماذا يفعلون يتلمونه يعني يهزونه حتى يعني يدربونه لأجل أن يستقل من نومه هذه المسائب أنا أعتقد بأنها كسلة يعني كضرب كضرب يعني للذين أصبحوا في غفلة النوم وآني من الغفلة عدم إتياني الواجب التعبد وفي نفس الوقت الإنساني لأن يعني الدين هو يأمر الإنسان أن يكون الإنسان إنسانا لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل كل مولود يولد على الفطرة نعم كل مولود يولد على الفطرة والفطرة هنا الإسلام والفطرة هو الإسلام والإسلام هو أن يكون بالمعروف بالمعروف والتجنب عن المنكر وكل والمعروف والمعروف يازم أن لا نخصص المعروف بكتب من كتب الفخ في أبوابه الخاصة المعروف هو الذي فيه في مصلحة الإنسان في الدنيا والآخرة لكن لو أذنت لأستاذ عبدالوهاب أنت قلت بأن الإسلام يطلب من الإنسان أن يكون إنسانا حتى تحرر المفاهيم وحتى المعروف المعروف وفق رؤية الإسلام وتصور الإسلام لأن المعروف ربما يكون مختلفا عليه بين الأمم والحضارات المعروف الذي يقرره الإسلام ويحدده أليس كذلك؟ أكيد المعروف الذي يقرره الإسلام ويحدده وذلك إنني أريد أن أقول بأن كل بأن الإسلام بأن الإسلام هو الدين الفطرة والمعروف هو يازم أن يكون مواضيا للفطرة الحضارات التي نحن نسميها بالحضارة ونجد عندهم أشياء تعتبر معروفة هي ليست معروفة متلائمة مع الفطرة لأن دين الإسلام دين الفطرة لذلك كلمة دين الإسلام ليس كلمة خاصة يعني بدين محمد عليه الصلاة والسلام يعني إننا نعلم بأن سماكم المسلمين دين محمد هو الصورة الأكمل للإسلام يعني طبع اليوم أكملت لكم دينكم وأطننت عليكم نعمة ورديت لكم الإسلام دينا لذلك إنني أريد أن أشير بأن الدين الإسلامي وما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم هو حياء لفطرة التي فتر الله تعالى عليها الناس وانحرف وجميع الحضارات التي هي تخالف هذه الفطرة تخالف الإسلام لذلك إنني أقول يعني عندما أقول كلمة المعروف حتى أن يعلم بأن يعني رئيس البلدية قيامه بواجبه من تنظيف الشوارع ومن الاهتمام الاهتمام بالشروط التي للبناء والمباني كلها جزء من المعروف عندما نحن نبتعد عن هذا المعروف ويحصل هناك زلزال يحصل هناك ماذا يحصل هناك أموال كثيرين يعني لذلك المسلم يلزم أن يعلم يعني بأن حياته كلها هي مبرمجة ومشكلة ومحدودة يعني حتى تنفسه قيامه قعوده بنائه وفق تصور إسلامي كلها لها دوابط إسلامية موجودة في الكتاب بقواعد عامة وموجودة في سنة بقواعد عامة إلى حد ما مفصلة ومفتوح أمام المسلمين في دائرة الاجتهاد من باب المقاصد ومن باب المصالح يعني كلها متعلقة بالدين والاجتهاد طبعا هو وفق الأصول الشرعية طبعا كما أستاذنا المفضل عندما تتكاثر المحن والابتلاءات في نفوس في الجماعات الإسلامية في المجتمعات المسلمة حتى عند الأفراد ما الأثر الذي ينبغي أن يتولد في نفس المسلم وفي المجتمع المسلم بفعل هذه المحن المتكاثرة الأثر يعني يعني ينبغي أن يحصل هناك أثر في المبتلة سواء كان على مصر والفد أو حسن المسلمة إن هناك أكيد يوجد ذنب من الذنوب يازم أن أتوب منه أو نحن كمجتمع نتراجع يعني نتوب بالتعبير الديني بالتعبير الإسلامي بالتعبير القرآني التوبة نقول يعني أن نتوب إلى الله أن نترك أخطاءنا ذنوبنا وأن نرجع إلى الله وأن ننوي ونقصد ونعزم على عدم اختراف هذا ذنب مرة أخرى كل مصيبة وبل أن كما قلت هي يعني بمثابة لتمة النائم المتعمق في النوم لأجل أن يستيقل يعني تتحدث عن الوعي الإيماني عن الوعي الإيماني عن الوعي الإسلامي وفي ذلك وفي نفس الوقت الاستيقاظ 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 من الغفلة بمعنى أن نرى الأخطاء التي نحن اخترفناها وأنتجت هذه المساء وأنتجت هذه الابتلاءات والابتلاءات التي نحن نعيشها تسعين بالمئة كل تسعين بالمئة كلها نتيجة من نتائج أخطائنا تحدثت عن الوعي الإيماني وهي نقطة مهمة أشكرك عليها أستاذ عبدالوهاب لكن هل يتحقق الوعي الإيماني لدى أفراد المسلمين وأحادهم بفعل ذاتي أم لابد من وجود المصلحين الدعاة العلماء الذين يحملون هذه المهمة على عاتقهم ويوعون مجتمعاتهم المسلمة أكيد أكيد عندما نحن نفاجأ أو نصادم بأي مسبة من المصار أكثر الناس من المصابين من استخراج الدرس والعيذة والخروج من الغفلة الذين هم على مستوى الإصلاح يعني بعلمهم بوعيهم بثقافتهم وأن يستخرجوهم أكثر من غيرهم الدرس لأن الأمر بالمعروف وتوجيه الناس والنهي على المنكر هي تخص طبقة خاصة من المصلحين صحيح لذلك عندما نحن نجد مصيبة قبل كل أحد يجب أن أقول إنني إنني كعالما أو كمفكرا أكيد كنت مقصرا في الإصلاح ولذلك الأمة أصبت بهذه الابتلاعات قبل كل أحد يلزم أن يتنبه المصلحون والمصلحون أن يقومون بالإصلاح والإصلاح له جانب يتعلق بالدنيا وبالحياة الدنيا وله جانب يتعلق بالآخرة بالجنة وبالنار وهذا الإصلاح يجب أن يبدأ وأن يكثف من قبل المصلحين حتى أن تخف هذه المصائب وحتى أن نخرج من هذه المسيبات هذا مرتبط بفقه التعامل مع المحن والبلاءات هذا أريد أن أبحثه معك ولكن بعد الفاصل وصلنا إلى محوى الرئيس أستاذ عبد الوهاب هذا فاصل أخير ولنا عودة لاستكمال ما تبقى من الحلقة بعد قليل ترجمة نانسي قنقر أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة أستاذ عبد الوهاب فيما يتعلق بفقه التعامل مع المحن والشدائد والمصائب هل ثمت منهجية إسلامية محددة للتعامل مع هذه الشدائد؟ طبعا هناك آيات وحديث تدعو أمامنا فقه التعامل مع الحوادث ومع المصائب ويمكن أن نقول القاعدة الكلية في التعامل الصبر الصبر والتسليم وقد حدثت معنا الصغر قبل حدث نعم إن هذا هو فقه التعامل تعاملنا مع المصائب سواء كان فرديا أسرويا خاصا بنا أو سواء كان يعني الابتلاءات يعني عامة ومستوعبة للأبه الإسلامية أو لجميع البشرين أن نكون من الصابرين وأن نقول إن لله وأن لراجعه وهذا عليه ثواب وهذا أكيد عليه ثواب يعني كل مصيبة سواء كان صغيرة أو كبيرة عندما تصابون ونحن نكون من الصابرين ليس من المستسلمين الصبر شيء والاستسلام شيء آخر نحن نصبر نصبر ولكن لا نستسلم لأسباب الكوارث ونستخرج من الابتلاءات دروسا تسلحوا تسلحوا الأسباب أو ترفعوا أسباب المساعد من الذي استخرجوا هذه الدروس؟ المؤمن الواعي المسلم الذي يفهم الدين والمبتلى يعني أولا يعني نحن هكذا يجب أن نتفكر يعني بأن في الحقيقة يعني كل مصيبة أصابتنا إن لم نستسلم لأنفسنا وقلنا إن لله وإن إليه راجعون هي ستكون درجة يعني من الدرجات التي نستثمرها يوم الآخرة ويكون هو سببا من أسباب الثواب لذلك يعني نعتبرها تجارة ولكن ليس بمعنى الاستسلامي لأسباب إن كانت متعلقة بنا لأسباب المهانية يعني هذا هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسي أصحابه عند الابتلاعات عند المراد عند الفقر مع أنه كل سباح ومساء يعني كان يدعو ويتعو من الله تعالى اللهم إني عوض بك من الكفر والفقر وأعوض بك من عذاب القبر اللهم إني عوض بك من همي والحزن وأعوض بك من العزي والكسر وأعوض بك من الجبن والبقل وأعوض بك من غلبة الدين وقهر الرجال ما دعاه يعني كل يوم من سباحا ومساءا بهذه الأدعية وطلبه من ربه جل جلاله ولكن عندما يحصل نازلة من النوازلي يعني ابتلاع من الابتلاعات سواء كانت متعلقا بالبدن أو متعلقا بالجيب أو متعلقا بالعقل أو متعلقا بأحوال الأسروية والاجتماعية كان يوسي أصحابه بالصبر والمتانة بعدم يعني وعدم العسيان عدم العسيان وفي نفس الوقت استغنام هذه استغنام هذه المصائب يعني بتحويلها إلى ثروة إلى ثروة إلى ربحا بمعنى التوبة التوبة يعني لأن كثير من المصائب حقيقة يعني السبب الرئيسي أو الأقوى هو الذنوب التي يختلفها الإنسان أستاذ عبد الوهاب قلت قبل قليل إن المؤمن الواعي هو الذي يستخرج الدروس والعبرة هنا سأسألك هل يكون المؤمن غير واعي هل يمكن يجمع بين صفة الإيمان وصفة الجهل أو عدم الوعي المؤمن طبعا يمكن هذا الذي نحن نعيشه أولم يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كيسهم فطن الحكمة ضالة المؤمن المؤمن الكامل كيس يعني الآن يعني يعني الإنسان الإنسان الذي صاحب مليارات مليارات الدولارات أو تريليونات الدولارات قوله عندما يقول أنا عندي فلوس قوله صحيح والذي عنده فلس واحد لو قال أنا عندي فلوس أيضا صحيح ولكن قول الرجل الثاني قول الرجل الثاني صحيح ولكن النتيجة لا يستطيع أن بفلسين أن يثب يعني أن يشتري كبة مع صحيح لذلك كأس معا يعني أسماله لا يعني يستطيع أن يشتري به كأس معا ولكن الأسمال الأول وقولهما صحيحان صحيح يعني هذا صحب الفلوس وهذا صحب الفلوس إذن الإيمان كذلك يعني الإيمان المؤمن المؤمن القوي لا يمن وحدكم حتى يحبه لأخي ما يحبه لنفسه هذا هذا يعني الإيمان الكامل يعني الذي هو صاحب رأس المال قوي عندما نحن نقول المؤمن الواعي الذي هو إيمانه قوي ويأتي عن علما وإدراك ولك مع أننا نحكم على الجاهل على المؤمن الجاهل أو المؤمن الضعيف وليس وراء ذلك حبة خادرنا من الإيمان نحكم عليه بالإيمان إذن المشكلة هي في عدم قوة الإيمان الذي يعني يدفعنا على الابتعاد يعني من أسباب النوازل ويدفعنا لأجل معالجة يعني هذه المصائب مع الصبر مع المتانة مع التسليم إن لله وإن إليه راجعون تحدثت عن كيفية تعامل الأفراد أحد المسلمين مع المصائب والشدائد حينما تحلوا بهم لكن ماذا عن المجتمع المسلم كيف ينبغي له أن يتعامل مع هذه الشدائد المجتمع المسلم يلزم أن يغير نفسه إن الله لا يغير ما بقوما حتى يغير ما بأنفسهم المجتمع المسلم عندما عندما يصاب الكبارة الاستماعية هي الزلزال الملد المتعدي صحيح أو الظلم أو وجود أمراء ظالمين يظلمونهم ويسيبون حقوقهم هذه كلها نوازن كوارث وفي نفس وقت ابتداءات المجتمع المسلم يلزم أن يستخلج من هذه المصائب العامة الاجتماعية تغيير الواقع إن كانت هذه المصائب نتيجة من نتائج سوء الإدارة عليه أن يبحث عن إدارة يمثلهم ويقوم بواجبهم ويقوم بحفاظ عليهم وبرفع الأسباب التي سببت مثلا الآن في بعض هذه في بعض الدول الزلزال يكون بدرجة ثمانية ولم يكن هناك أي موتة ولكن في بعض المناطق وفي بعض البلدان الزلزال عندما يكون بدرجة ستة يسبع هناك خراب ودمار كأن القيامة قد قامت لماذا؟ لأن أمراءهم ومسؤوليهم لم يقوموا بواجبهم من تقوية البنية التعطية المجتمع عندما يحصل الزلزال ويكون هناك خراب يلزم أن يوجه نظرهم إلى المسؤولين الذين لم يقومون بالتقوية البنية التعطية لذلك نعم عندما أسربنا بزلزال ومات أولادنا أو مات أهلنا نحن سنحتسب عند الله تعالى ونستلم أنفسنا ولكن لا يعني هذا بأن نستسلم لأسباب التي أنتجت هذه النتائج هذه الدروس التي أشرت إليها يلزم على المجتمع في الإبتلاءات والحوادث الاجتماعية أن يستخلص منها هذه الدروس مع تسليم هيدي رب العالمي تحدثت فيما يتعلق بالموضوع الجماعة أستاذ عبدالوها وهذا سؤالي الأخير أنه يجب الجماعة أن يغيروا من حالهم وأن القادة والأمراء يصلحوا لكن هذا قد يكون صحيحا في حالة انتظام المجتمع بالإسلام أن المجتمع منتظم بالإسلام بأن الشريعة منتظم بالإسلام شريعة وعقيدة وأحكاما وأخلاقا لكن في حال غياب هذه الدولة المسلمة التي ينتظم الإسلام المجتمع بها فماذا على المجتمع أن يفعل في هذه الحالة؟ على مفكري وعلماء ومسلحين المجتمع أن يوجهوا المجتمع إلى هذه الجهة وأن يوجهونهم ويرشدونهم وأن يعيذونهم وأن ينبيهونهم وأن يقومون بعمل وعي للمجتمع حتى أن يستخرجوا من هذه المسائب يعني أجرة مثابة بالصبر وفي نفس الوقت بإصلاح المجتمع وإصلاح أنفسهم وإصلاح كل ما يتعلق بأمورهم نعم السؤال الذي أدخله دائما في آخر الحلقة بقي عندي أقل من دقيقتين ماذا يمكن أن تقول في موضوع الحلقة مما لم يرد الحديث فيه في أثناء الحلقة بدقيقة ونصف أنا أقول كل ما يحدث لو نحن من الكوارث لا نحن استخرج منها دروسا هذه الكوارث أو هذه المحن تتحول إلى منحا علينا نحن أن نحول المحن إلى المنح بوعينا وباستخراج الدروس وبرجوعنا وتوبتنا إلى ربنا كمجتمعا وكأفراط تجرد وإخلاص وتجرد وإخلاص أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبدالوهاب مشاهدين كرام إذن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفيا المكرم الأستاذ عبدالوهاب إيكنجي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كل الشكر لكم في حراسة الله وتوفيقه ترجمة نانسي قنقر